في إطار تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية وجهت الوزارة مأموريات لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأطحى المبارك وتوزيع ملابس العيد والهدايا العيني عليهم وتنظيم بعض الاحتفالات والجولات الترفيهية لهم استمرارا لدور وزارة الداخلية في دعم كافة الفئات بخاص الأيتام وجهت الوزارة مأموريات من الضباط من مختلف مدريات الأمن إلى دور رعاية الأيتام لتقديم الدعم والمساندة لهم بمناسبة عيد الأطحى المبارك زيارة النهاردة فرقت جداً مع الأولاد بالألعاب اللي هم جابوها واللي قاعدة معهم طبعاً دي بتفرق في نفسيتهم جداً 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 نشكر الرئيس جداً على كل المبادرات اللي هو بيعملها سواء في المشاركة المجتمعية أو مع الأطفال خاصة زويل الاحتياجات الخاصة النهاردة الضباط جمب وفرحونا ويجبونا لعاب وكل يوم عيب بيجونا وفرحونا بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وبنحبه جداً وهو دايماً مبتم بي المأموريات قامت بتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام وهو ما أدخل الفرح في نفوسهم وزاد من شعورهم ببهجة العيد وأجوائه وثمنوا غالياً ما تبدله وزارة الداخلية من جهود على الصعيد الإنساني لدعمهم على مدار العام بنشكر السادة زباط وزارة الداخلية على إدخال البهجة والسرور على الأطفال بدار الأيتام كما عودونا دايماً هم بيجوا في كل مناسبة بيدخلوا البهجة والسرور على الأطفال وبيشوفوا كل احتياجاتهم ومتطلباتهم وده يعني بناء على توجهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنتوجه له بالشكر والتقدير على ما يفعله مع أولادنا فضار الأيتام مشاركة وزارة الداخلية الأيتام بفرحات العيد امتدت إلى استحابهم إلى المحال التجارية وشراء ملابس العيد لهم أولادها الغالين من يومهم واقفين لللي بيعادي مصر هنا بلد الجدعان وما فيش بنا جبان في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر هنا مصر اللي عشرناها إدباها هنا مصر أحلى لدي الدنيا لي أملاقي هنا مصر مصر تاكد جداً للزباط جابلنا هدوم عيد وبشكركم كونسانت وطيبين فرحانة وريد زباط جابلو تأمل عيد وفرحانة واخدنا كل حاجة واخدنا لبس العيد شكراً لكم لما قربوا بعيد شعب لقيت في الإيه والقلب ما يريد وحنا بنحب مصر هنا مصر اللي عشرناها إدباها هنا مصر أحلى لدي الدنيا لي أملاقي هنا مصر الاحتفالات مع الأيتام أخذت طابعاً من الأجواء الترفيهية بعدما قامت الوزارة بتنظيم احتفالات متنوعة لهم بعدد من الأندية تفاعلوا معها وأبدوا سعادة كبيرة بهذا الاهتمام بهم مصر شكرين جداً لرئيس الجمهورية أنه أخدنا وفسحنا وجاب للأطفال لبس للعيد والأطفال كان مبسوطين جداً جداً وفي تقليد يعزز من فخر الأيتام ببلادهم قامت الوزارة باستحابهم في حافلات مفتوحة قامت بجولة بالشوارع والميادين في أجواء غلبت عليها الفرحة والبهجة بالعيد أنا فرحانة لأننا قلت النهاردة وأنا اتفسحت معكم النهاردة ألف شكراً لك يا رئيس طحي مصر لما قربوا بعيد شعب لقيت في الإيد والقلب ما يريد وحنا بنحب مصر هنا مصر اللي عجيناها شكراً لسيطة الرئيس شكراً على اليوم الجامل دا شكراً للذبوت اللي عابب على النهاردة كحية بص كحية بص بشكل صوت الرئيس على اليوم الجامل دا كحية بص هنا مصر اللي عجيناها إباها هينوس أحلى الله للدنيا هي أبلاقي هنا مصر